موسيقى شكراً لقيادتنا وشكراً لكل المساهمين في هذا الأمر الإنساني طبعاً نحن اليوم تجمعنا نحن متعودين كل سنة نتجمع في رمضان دايماً لدينا فعالية خيرية خاصة اللي يتناسب مع يوم زايد الإنساني وطبعاً هالسنة مجموعة من الأشياء جاءت مع بعض مرور 25 سنة على تأسيس مركز راشد وأيضاً طبعاً نهو عام التسامح وطبعاً عميد الإنسانية والتسامح الله يرحم الشيخ زايد تجمع هذا نتيجة لهالإحتفال بهالمناسبة ويكتم فيه أيضاً تكريم لمجموعة من الشركات والداعمين لمركز راشد من يوم تأسيسة يعني إلى الحين طبعاً مركز راشد دخني يعني التعريف وأنا صغير يعني أكثر من سنة وسنتين معهم وأنا صغير وأنا طفلي يعني كانت معهم في مركز راشد هذا طبعاً بيتي الأول في مركز راشد لأنهم منهم اللي طلوا على الحسين بداية على الحسين كان طالب عندهم وأصبح يتدرج تدريجياً معهم وأصبح الآن رئيس مجلس الطلبة وموظف عندهم أيضاً في قسم الطوصوير وأيضاً لعب منتخب لأصحاب الهمم يعني عدة المواهبات